جيبتوه من اين؟ انا بقول النادي الاهلي جيبتوه من اين؟ يا اخي تسلم العين اللي شافته تسلم العين اللي اختارته تسلم العين اللي فوضته تسلم العين اللي عرفت تتعاقد معاه انا بحب الهدايا دي الحلوة دي في الدور المصري احب اللعب اللي يجنق اجنابي مش لعب مصري يبقى اضافة يحل المنتج يخلي الشكل حلو وسام مش بس خلى شكل المنتج حلو لا وسام لو النادي الاهلي وسام ياخد نسبة من فوز الاهلي بالدور السنة دي فعلى الاقل 50% على الاقل والبقى متوزعة كل على الاقل 50% تعري في عين لعب خمس مباراة متتالية بياخد افضل لعب في المباراة خمس مباراة متتالية عارفاك انا فيش لعب في الدولة المصر عملها خمس مرات متتالية خمس مرات متتالية مؤثر خمس مرات متتالية هو اللي بيسجل وبيكسب فرقته استثنائي انا على فكرة النهار ده انا بفرج على وسام ابو علي عمال اقول ازاي الاهلي هيقدر يحافظ على وسام ابو علي هتقول لي هيحافظ طبعا انت مش راجع عليها ودهاتي هتوح مسرخ في الوشي تقول لي لأ بتعايزه يمشي ليه بالعكس ده لسه بقول لك اهو انا عايزه يفضل في الدولة المصر حد ما يعتزلوا مع النادي الاهلي عادي انا بقول لك اللي زي دول بيتخطفوا تخطفوا في اوروبا وفي الخليج وبفلوس كتيرة جد تستغربش ارقام خيالية ممكن تسمعها في المستقبل القريب او البعيد في وسام ابو علي يعني بخد بالك واحد زي وسام ابو علي ده يكسر عادي لعشرة مليون دولار هتقول لي بتبالغ هقولك اسمع مني الايام جاية هي يكسر عشرة مليون دولار عادي جد فهدية لو سألتنا عن امنيتي على اقل اتمنى ان هو يكمل موسم كمان في الدولة المصر والنادي لا احب افرج على العب زي ده ده في الدولة بتاعنا احساسي هيتعام علي دوشة كبيرة ده سمعت النهاردة سفيان رحيمي نجم الكبير لعب المغرب الرائع جدا سمعت ارقام 40 و50 مليون دولار سفيان رحيمي عامل موسم استثناء الموسم الماضي معادي الأماراتي موسم خرافي ومع المنتخب الأولمبي ومع المنتخب الأول ومع فرقائي كل حاجة وفي دورة أبطال أسيا فلو بالمقارنة اه هو سفيان رحيمي عظيم فيش خلاف بس اقول لي كده وسام وعلي ايه لي عن سفيان رحيمي نقصه ايه نقصه مثلا ما يسجلش برجله اليمين بيسجل باليمين بالشمال بيسجل بالشمال بالرأس بيسجل بالرأس ضربات سابتة بيسجل ضربات سابت ضربات سابتة من ناحية الشمال بيسجلها من ناحية الشمال من ناحية اليمين بيسجلها من ناحية اليمين ضربات جزاء بيشوت ضربات جزاء إيه اللي ناقص وسام أبو علي معدله في تسجيل الأهداف ده معدل بيعمله هالند دي بقى مش ببالغ فيها مع الفارق طبعا في المسابقات هنا وهنا بس المعدل ده ده بتاع هالند اللي أنا بسجل أكتر من المباراة اللي بشارك فيها أو بساهم بأهداف أكتر من المباراة اللي بشارك فيها راجل ده مساهم في 22 هدف في 18 مشاركة